إذا الدكتوري إذا واحد يتحين مصاب بالسرطان إيبا يشوف دكتورة يقولك والله الحجوزات بعثرة الشور أي مريضيين في أي يوم أنا في العيادة شوف بدون موعد شو لايك في النظريات تقول إن شركات الأدوية عندها علاج للسرطان بس ما تبقى تطلع الناس تعتقد لمضيئة مؤامرة ما أعرف لي تراءات كيف أروح أفحص وشو اللي لازم أسوي الرسالة ما توصلني منكم إحنا كأطباء ومختصين مقصين واحد صراحة في موضوع التوعية هل العوق فينا أنه إحنا ما نروح نفحص هل الصعوبة في الفحص بعض الأحيان نخاف روح نفحص في هذه الآخرات إحنا نخاف من نتائج الفحص في ناس كثير قال إحنا ما نعرف في الروح في ناس قال إحنا ما نبنعرف وأكثر جملة أسمعها في عيادتي دكتور كيف أنا فيه سرطان مرحلة متقدمة وأنا ما عندي أعراض هل مرض السرطان وراثي السرطان الأسف لما يسيب الإنسان ما يصيب شخص واحد أثر العائلة كلها الخلايا السرطانية تدمن إدمانا كبيرا على الجلوكوس نحن ما نقول هالإشاعات اللي تقول ثلاثين مركز في دورة الإمارات ليش ما يكون فيه مركز وطني يحدد الكفاءات هذه هالسؤال دمني جدا عم خلينا مسؤولين يقررون يعني شو الأنسب أكثر إشاعة وتعلقة بالسرطان تزعجك أن الإصاب بالسرطان سوف يموت دكتور هل الخزعة لتشخيص السرطان تؤدي للإنتشار هل اسمه مبسمة تعرفت منه هالحلقة جدا مهمة لمعرفة شو هو المرض الصامت أكيد كل واحد مننا يعرف لا واحد من ربعة من أقرباء مصاب بمرض السرطان واليوم كان واجب علينا نستضيف البروفيسور حميد الشامسي أحد أكفأ الدكاترة في دولة الإمارات أول من تخصصين في مرض السرطان الهدف التوعية ومش التخويص مرحبا السلام عليك توق مرحبا تيم أن نجاوب على الأسئلة المتكررة اللي لاحظنا من خلال تفاعلك زاك الله خير في السوشيال ميديا أن كثير من الناس تسأل وحيانا بسبب جدولك يمكن ما تلقى الفرصة أنك ترد بإجابة شافية في اليوم هدفنا من هذا البودكاست أنا أرد على الناس ويكون ما يرجع إن شاء الله إن شاء الله هاي أحد عنده تفايل استثار عن السرطان والأمور هذه الخاصة بالسرطان يرجع لحلقة هاي وعلى ذكرة نحن نفتخر في دولة الإمارات أننا عندنا بروفيسور نحب أصحاب التخصص وانت كالبروفيسور متخصص في الأورام السرطانية وإعلاج السرطان هذا الشيء يعطينا فخر كإعلام أن نطلع نماذج جنمش زاك الله خير يا أخوي واليوم لحت انتباهي شيء نعم وأسعدني أنك ما نسيت التواصل في منصات التواصل الاجتماعي نشيط ترد على الناس اتوضح اثقف اتوعي وهذا ما نلاحظه كثير في الوسط الطبي هذا الشيء كيف بديته كيف أنت عرفت أن هذا مهم في عمل نعم والله يا أخوي شو بقولك شيء أنا ما دخلت لهذا المجال أو الجانب الإعلامي هو السوشيال ميدا لأي غرض خاص عشان حميد نعرف لا أنا لاحظت أنه في قصور كبير جدا جدا في موضوع السرطان وفهم ما هو السرطان وتقبل الناس للعلاج وتقبل الناس لأن مثلا يعني يتم التزام في قصة مبكرة السرطان ونشوف أن هذه الإشكالية عائق أن الناس عندها عائق مش فهمة ما هو السرطان هذا وطبعا عدم معرفة بالشيء يؤدي إلى الخوف ويؤدي إلى أيضا تجاهل الإشكالية الكبرى وهي السرطان اللي يعتبر أحد الإشكاليات الكبرى على مستوى العالم العربي وأيضا الخليج يعتبر مثلا رئيس السرطان فشفت أن إحنا كأطباء ومختصين مقصين واحد صراحة في موضوع التوعية والتوعية إلها أوجه كبيرة جدا توعية بمنع السرطان من أساسها التوعية بأعراض السرطان التوعية بأهمية العلاج فدخلت لهذا المجال حتى أني أسد يعني ثغرة كبيرة كانت موجودة وما زالت موجودة ولكن نحاول قدر المكان نملك هذا الفراغ عن طريق التواصل مع الناس تجاوب الناس الناس ندأسلها كثيرة جدا متكررة منها كثير يعني أسلها متكررة نحاول نحلها ونحاول أعطيه مجابات بإذن الله شافية سيني دكتور خلينا نبدأ من الأساس نعم شو يعني سرطان نعم هذا السؤال كنت أفكر فيه لما كنت أنا في الثانوية العامة كعني اهتمام بالعلوم وهذا ما قلت نستوعب شو سرطان طبعا ذاك الوقت يعني تدري في بداية التسعينات ما كان فيه الطلاع أو شو هذا المرض اللي يخوف الناس وشو هذا المرض اللي ممكن يؤدي الوفاة طبعا نفس الوقت كان مربوط بالوفاة طبعا نتكلم إن شاء الله بالتفصيل ولكن حاليا هذا غير صحيح ولكن ما هو هذا المرض اللي يؤدي الوفاة بعد سنوات طويلة من التخصص في هالمجال ممكن ألخص لك المرض السرطان في جمع البسيطة جسم الإنسان يحتوي على مليارات الخلايا الخلايا يعني تنقسم بشكل يومي ملايين ملايين مرات يقوم بالتحكم في هذه الخلايا أي خطأ في الانقسام يقوم بالتخلص من هذه الخلايا اللي صار فيها عطب السرطان بكل اختصار هو عبارة عن خلايا تم فيها عطب والجسم فقد سيطر عليها وقامت هذه الخلايا بالانتشار إلى أماكن أخرى في الجسم مثلا خلايا في منطقة الثدي صار فيها عطب قامت تتكاثر المفروض هالخلايا ما تطلع من منطقة الثدي ولكن الناس خلايا سرطانية قامت تطلع تروح أماكن حساسة مثل الكبد، مثل الرئة، وتؤدي إلى فشل في هذه الوظائف، ومن ثم الوفاة. طبعاً السرطان أيضاً مرض بكي، السرطان يوهم الجسم بأنه صديق، يوهم جهاز المناعة بأنه صديق، فجهاز المناعة في الإنسان ما يقوم بمحاربة الخلايا، فمرض السرطان جداً جداً معقد، ولكن بكل بساطة هي خلايا غير طبيعية تقوم بعمل ثورة داخل الجسم، والسيطرة على الجسم حتى تؤدي الوفاة إذا ما تلاحقنا هذا مرض. سيد دكتور معقولة على تطور الطبي هذا، ما لقينا علاج فعال بالسرطان؟ نعم ولا. في الأمراض اللي احنا فهمناها علمياً وقدرنا نوصل أو نكتشف الخلايا الجينية المسببة والجينات الخاصة فيها، بأطيك مثال بسيط، مرض السرطان لوكيميا الحاد المزمن، مرض السرطان لوكيميا مزمن، هذا يعالج حالياً عن طريق حبة بسيطة تأخذ يومياً، والإنسان يعيش حياة طبيعية، لا علاج كيماوي، ولا زراعة نقاع مثل عشرين سنة سابقة، والإنسان يعيش حياة طبيعية جداً كأنه ما فيه أي شيء، ليش؟ لأن احنا فهمنا سبب هذا السرطان من ناحية الجينية، فيها مرض أخرى كثيرة، ما زلنا نحاول نفهمها، ونفك الشفرة اللي هي تعتبر جداً معقدة، مرض السرطان جداً معقد بشكل ما تتخيله، في مراحل ممكن نعالجها بنجاح جداً عالي تسعين خمسة سعين بالمئة، في مراحل متقدمة وصعبة، لا تشفيها صعب، ولكن العلم ما زال يحاول قدر المكان أن يوصل إلى فك شفرتها، كم من نوع السرطان؟ مئات لنوع، في عندك نوع من نوع السرطانات يسمى سرطان الأنسجة، في أكثر من ستين نوع، وهذا على فكرة أحد الإشكاليات مع مرض السرطان، الناس تعتقد أن السرطان مرض واحد، لا، حتى سرطان افتدي، وسرطان افتدي في أنواع مختلفة، على الأقل خمسة تنواع، وكل نوع لا دقيقة علاج مختلفة، ففكرت أن السرطان هو مرض واحد غير صحيح، هناك أنواع كثيرة، وكل نوع يطلب خطة خاصة وعلاج خاص، حوالي من خمسة وثمانين تسعمائين من حالات، ما في سبب واضح خاصة من ناحية الجينية، ولذلك بعض الناس يقول لك الدكتور، أنا ما عندي تاريخ عائلي في العائلة، ما عندي حد من أهلي في سرطان، فليش أفحص، لا، ممكن إنسان يساوي سرطان، ويكونوا أول شخص في العائلة في سرطان، زينبو عبدالله، أنا أبا أعرف، نعم، شو الأشياء اللي تؤدي إلى السرطان؟ ما هي العادات اللي أنت تشوفها؟ الدرجة الأولى هي المسببة والمؤدية للسرطان، نعم، دخلنا أنا دائما حول قسم هذه إلى قسمين، أسباب ممكن نتحكم فيها، وأسباب ما نتقدر نتحكم فيها، مثل شو؟ أشياء ما نتحكم فيها مثل العمر، كل ما زاد الإنسان من العمر، كل ما كان هناك ضعف في بنيت الإنسان، كل ما كان هناك خطورة بصابة السرطان، طبع السرطان بشكل عام هو أكثر في كبار السم، معروف هذا الشيء، أيضا أمور ما نتقدر نتحكم فيها، الجينات يورطناها من أهلنا، من أبونا أمنا، الإنسان يورط الجينات ما يتحكم فيها، هذه خلاص في جسمك، إذا كان فيه جينات معطوبة، بعض الأحيان فيه جينات معطوبة، بالنسبة 10-15% من حالات السرطان، هذا يؤدي إلى زيادة خطورة بالسرطان، مرة أخرى، هناك أيضا عامل الصدفة، يقول لي كيف صدفة؟ صدفة إنسان صحي، أموره تمام، وكل شيء، فجأة أي سرطان، هذا عامل ما نتحكم فيه، العامل نتحكم فيها، والإحنا ممكن كلنا نغيرها، أول شيء، العادات السيئة، مثل التدخين، ربعاً يدخل نقول لك، والله إحنا شوابنا داخل، وما فيهم شي، لا، تدخين يسبب 16 نوع من السرطان، وأنا أشوف أسبوعياً مرضى بالسرطان، من سبب التدخين، السمنة تؤدي هي 13 نوع من السرطان، تخيل، هنا عم 13 نوع، إذا كان تدخين 16 نوع، السمنة وزيادة الوزن، 13 نوع من السرطان، سرطان المعدة، سرطان الفدي، سرطان المخ، سرطان الرحم، للأسف، السمنة بحد ذاتها، هي سبب رئيسي، وأحدها سبب رئيسية حالياً، في ازدياد حال السرطان والعالم، عندك سبب ثاني أيضاً، التغذية، للأسف تغذيتنا، تغذية جداً سيئة، الأكل اللي قاعد يناكلها، غير صحي، الخضروات اللي ناكلها، فيها مواد كيموية، للأسف، الأمور هذي كلها، خاصة من ناحية التغذية، تلعب دور كبير جداً، خاصة إحنا، غذائنا في كثير من اللحوم، والأشياء هذه، اللحوم طبعاً سبب رئيسي أيضاً، من السرطانات الجهاز الهضمي، لأننا ما نخوف الناس، ولكن نوضح لناس الأمور اللي اتفق عليها العلم، كمسبات للسرطان، ولكن مرة أخرى، المحافظة على طريقة صحية في الحياة، المحافظة على الوزن، الابتعاد على السيئة كاملة، اللي هي التدخين والأمور الثانية، وأيضاً المحافظة على الغداء الصحي، قدر الإمكان، هذه أساسيات من الممكن أن تقلل، من الممكن أن تقلل بالإصابة السرطان بشكل كبير جداً، ولكن ما تلغيها لأن مرة أخرى هناك عامل الصدفة، أنا عندي نقطتين على الكواب هذا، أنت قلت عادات سيئة، تدخين وغيرها، شو العادات؟ الشر من الكحول، عين على الكحول، بسبب رئيسي لأنواع كثيرة من السرطانات، عندك سرطان المعدة، سرطان المريء، سرطان الكبد، هذا بسبب رئيسي، اليوم نقول، أنا كرم أسري، أصني بيت الحين، وما عنده كثير معلومات عن السرطان، بس يروع الجمعية، نعم، يشتري، حالة حالة يبيد، أكل حقيقية، نعم، عندك قلت لي كلمة مهمة، التوعية، خصوصاً في اختيار نوعية الأكل، صحيح، أنا شأسيب، أدخل الجمعية، شو النوع المفيد، وشو النوع من الخضروات اللي لازم أنا أثقف، ووعي نفسي، وعظة أن هذا غلط وهذا صح، نعم، أول شيء، نحن لازم نركز على موضوع مهم جداً، نحن ثقافتنا الغدائية غير صحية، نحن نكثر من اللحوم بشكل كبير جداً، نكثر من الدواج اللي فيها هربونات عالية جداً، ومواد حافظة، نكثر أيضاً بالكثير من الوجبات السريعة على أطفالنا، وبذكر شيء مهم، أنه وجبات سريعة تم ربطها بشكل كبير جداً، بينما كثير من السرطانات، ودراسات كثيرة في هذا الموضوع، ولكن، إذا إحنا حبينا أول شيء نحسن من تغذيتنا، لازم ننظر إلى وضعنا الحالي، أنت كرب أسرة، أنت عارف شو قاعد تاكلت وعيالك، هل أنت راضي عن هذه الأكل أو لا؟ إذا أنت ما تعرف، لازم تأخذ رأي من أخصائيين في التغذية، حتى يفهمونك شو هو الغداء الصحي، إذا إياينا على موضوع شو أن أختار هذه عيالي؟ أولاً، لازم نحن نختار الغداء الصحي من ناحية الكثير من خضرات الفواكه، ونحاول نرى مصدرها، والحمد للأحدث التي لدينا قوانين جداً مهمة، تحمي هذه الأمور من ناحية المعدلات، المسموح بها المواد الكيموية في الخضروات، وطبعاً، نعرف أن هناك هناك متابعة مستمرة على هذا الموضوع، أيضاً الإقلاع القدر للمكان من اللحوم والدواجن، والأكثر من أسماك إلى حد ما، وأيضاً محافظة على الأمور الثانية، التخفيف من الأكلات التي فيها مواد حافظة، مثل اللحوم المعلبة، هذه جداً مهمة لأطفال يحبونها، اللحوم المعلبة، والأشياء هذه اللي يسوهم مثل السندويتشات، والهوت دواج، هذه يعني عليها كلام كثير جداً من ناحية علمية، أن هي أحد المسببات أيضاً، سلطانات القرون، ونجاز الهضن في الشباب، حتى بعد مرة، أنا قلت معلومة، كذلك، اختيار الزيوت، نعم، صحيح، من الطهي، صحيح نعم، طبعاً، نحن نفضل دائماً نكون الدهون اللي هي أصلها نباتي أكثر من الحيوان، والحمد لله ها متوفرة بشكل كبير جداً، ولكن معظم الناس ما يعرف أن التجاه للأمور النباتية هي أفضل من ناحية الصحية على المدى البعيد، دكتور، أنت ذكرت معلومة، نعم، لفتت من انتباهي بصراحة، مقارنة ما بين الإمارات والنمسا، نعم، في عدد السكان، نعم، وعدد الحالات، نعم، طبعاً، معظم الناس يعتقد أن حالات السرطان في منطقة العربية الخليجية عالي جداً، ولكن أعطيك مثال بسيط، في الإمارات، عدد السكان تقريباً، دعنا نقول تقريباً عشر مليون مقارنة بالنمسا، اللي هي تقريباً أيضاً عشر مليون، ولكن كما عند الحالات في النمسا والإمارات، الإمارات فيها تقريباً 4200 حالة حسب وزارة الصحة، وقاية المجتمع في 2019 حسب السجل الوطني، في النمسا حوالي 42 ألف حالة، أعشبت أضعاف الرقم، بتقول لي كيف جديد؟ لأن مرة أخرى الجينات تلعب دور كبير جداً، عندك أيضاً العادات الغدائية، عندك التدخين، وعندك الإستخدام الكحول، هناك عالي جداً، فيما ذكرنا نحن قبل، الناس دائماً ما يعتقد أن تدخين الكحول لدور كبير جداً في الأصابة بالسرطان، في الاختلافات الجينية وأيضاً الغذائية، فيه اختلاف كبير، وعدي إلى تغير كبير جداً في أعداد السرطان، ولكن لازم نذكر موضوع مهم، للأسف حالات السرطان في زدياد حول العالم، حتى في منطقتنا خليجية وعربية، فإذا إحنا مش نفس أرقاهم، تغير نظام حياتنا الصحي، إحنا قبل الأهلنا، غذائهم بسيط، حركتهم كثيرة، الحياة حالياً شو؟ وضع مختلف، حيالنا واجبات سريعة، ما في حركة، أوزان قاعدة تزيد، فهذا كله أيضاً مؤشر على ازدياد خطورة السرطان في منطقتنا، هناك بعض الدراسات أو التوقعات بازدياد حالات السرطان في الخليج، بالنسبة 150 إلى 200 بالمئة، خلال 20 سنة القادمة، يعني بسنة 2040. بعد أحصائية من 2040، تقريباً على مستوى الآن أكثر من مليون حالة، فهل هذا الشيء بسبب تغيير الذي يصير في الغداء، وفي الصحة والثقافة؟ أكيد طبعاً، الدور الطب الآن، يوم تشوف العداد هذا في 2040، نعم، الدور الطب لازم يكون موازن للتحدي هذا، هل تشوف أن الأدوار تتلائم مع العدد الكبير هذا؟ هل دور الطب؟ ياسي يشتهد في الغداء؟ لا، لا، لأسف في الطب قادية نركز على موضوع العلاج، ما نركز على موضوع منع الأسباب، ومنع حدوث هذه الأمراض، مثال، نحن قاعد نتكلم عن العدد السرطان، وأحدث الأدوية، ليش ما أفكر أنا؟ كيف أمنع السرطان من الحدوث، أو من تطور أو ازدياد في الفترة الماضية، نركز على الأمور التي ذكرناها، نركز على موضوع السمنة، نركز على تغيير موضوع التدخين، لأسف تشوف الشباب، الشباب، يعني لأسف كثير منهم يدخن بشراحة، عندك الشيشة، عندك المدواخ، عندك السيجارة الإلكترونية، هذه قاعدة تزيد، هذه لم تشوفتها حالياً، يعني مردودها أو آثارها، بتشوفها بعد 20 سنة، بتشوفت إزدياد حالات السرطان، بسبب التدخين، والأمور هذه كلها أيضاً، فإحنا نركز على المنع، منع عن طريق، محافظة على النظام الصحي، أو بلا صح، الأوزان الطبيعية للأطفال، محافظة على تقليل وجبات سريعة فيهم، أيضاً تقنين استخدام التدخين، أو يعني إدمان التدخين، أيضاً محاولة تفهم الناس أن هذه الأسباب تؤدي إلى السرطان في المستقبل، المنع مهم جداً، أو المحافظة على أفراد المجتمع مهم جداً عن طريق القوانين، وأيضاً عن طريق نشر الوعي، اللي هو مهم اللي نحن نسويه، نحن ننشر وعي، قاعدين نزيد الوعي حق الناس، نقول لهم يا جماعة، هذه الأشياء، ما تأثر عليك الحين، ولا كما 20 سنة، إلا آثار مدمرة على الصحة، مش وقت السرطان، عندك أمراض القلب، الشرايين، السكري، أن مرض السرطان هو الفتاك رقم واحد، هو المرض القاتل على مستوى العالم؟ لا، مرض القلب هي الأولى، مرض القلب الشرايين، هي الأولى، وهو سرطان يعتبر الثاني أو الثالث من ناحية الوفيات، هذا الشيء، أنت انت خلت فيه أصعب تخصص، دكتور، هل هذا الشيء يمثل لك أنت هاجس دائم، تحاول أنك أنت تكون من ضمن فرق عمل دولي، لمكافحة هذا المرض، ليصال تقارير، أنك تتكلم عن منطقة، كثير من دكتور ما يعيشون معنا في المنطقة، لكن أنت وما تقارن الأرقام، هل نحن بخير في الفترة الياية؟ هل نحس أن نحن نقدر أن نكون أفضل خلال هذا المرض؟ أعتقد أولاً أكيد طبعاً، دور التعاون الدولي جداً جداً مهم، نحن دائماً ن celular لجهات دولية، من ناحية البحث، نشر البحث طبية، تعاون، مقارنة الأرقام المحلية، والدولية، أيضاً من ناحية وضع التوصيات، نحن، advise tutte على وضع التوصيات لعلاج سرطان القلو على مستوى الشرق العوسط خلال الفترة الماضية، أيضاً نضع لوصيات لعلاج السرطان الذي يفتدي pozyتباً، لم يفتدي القلون الليل الذي اكثر سرط飛ينة اعتشاراً، فدور الطبيب مش فقط ان يشوف مرضى وعالد ولكن لنكون له دور قيادي من ناحية زيادة الوعي التعاون الدولي لأبحاث الطبية لان في النهاية علاج السرطان جدا معقد ويتطلب يعني امور كثيرة منها العلاج الطبي وايضا الاداري حتى نوصل الى افضل طرق لعلاج مرضى السرطان فاجابة على سؤالك هل نحن في وضع ممتاز انا اعتقد ان هناك امور كثيرة نقدر نحسن فيها منها صراحة الوعي ونرد مرتاني على الوعي كل شيء توفى في الدولة مستشفيات معدات اطباء خبارات ولكن وعي الناس هو احد اكبر التحديات من ناحية تقبل فكرة ان هناك مرض لازم نخلي بالنا منه لازم نعاف اسبابه لازم نمنعه ومن ثم نلتزم بالحصولة المبكرة حتى نصل باذن الله الى تقليل خطر السرطان عجيب يا افراد المجتمع السرطان الاسف لما يصيب انسان ما يصيب شخص واحد اثر العائلة كلها كل العائلة تتأثر متى رب اسره عند اطفال صغر يمعي لهم اذا هو مرض اذا هو طاح اذا كان في المستشفى يأثر على نفسية العيال يأثر على مستوهم الدراسي هذا كله عبارة عن دائرة مغلقة من ناحية التأثير السلبي للسرطان على افاد العائلة وايضا المجتمع ترى من اصعب الامور اللي تواجهك يوميا انك تبلغ شخص انه نصاب بمرض السرطان كيف تتعامل مع هالظروف كيف توصل الفكرة خاصة انه يأثر على محيطة كامل نعم طبعا هناك فرق اذا كان التشخيص ما زال في بدايته او كان في مراحل متقدمة اذا في بدايته طبعا الامور الحمد لله بسيطة ونحن نفهمهم انه موضوع ترى عادي يعني موضوع السرطان في بدايته جدا بسيط جدا بسيط ونسب الشفاء جدا جدا عالية الصعوبة تأتي لما يكون الانسان يشخص بسرطان في مراحل متقدمة واكثر جملة اسمعها في عيادتي دكتور كيف انا فيه سرطان مرحلة متقدمة وانا ما عند اي اعراض هذه جملة اسمعها بشكل اسبوعي وللأسف معظم الناس ما يعرف ان السرطان مرض صامت للأسف ممكن يكون جسم الانسان سنوات طويلة بدون ما يعرف العرفة طباء متخصصين في السرطان وصيب السرطان مراحل متقدمة وما عرفوا ان فيهم سرطان هذا يوضح لك مدى اشكالية مرض السرطان ممكن يخدعك يخدعك بشكل ما تخيله انت عايش حياتك طبيعية وانت للأسف فيك سرطان وقاعد ينمو في جسمك لسنوات طويلة ومن ثم تتفاجأ ان عندك انت مراحلة متقدمة غير قابلة للشفاء بشكل كبير فصعوبة ايصال جملة ان عندك سرطان لما راح نتقدمة فيها صعوبة ولكن احنا دايما نقول حق الناس احنا نبدأ علاج توقع رب العالمين ونحاول بقدر الامكان نعطيك افضل علاج وافضل خطة علاجية ومن ثم نستمر في علاج لان العلم قاعد يتطور كل يوم ولو قاعد الحمد لله في عدوية جديدة تطلع كل يوم ممكن يكون في علاج ان شاء الله فعال خلال الشهر والسلامات القادمة سين بس ما تحس ان يا دكتور في شيء يعني مش منطقة هل العوق فينا ان ان احنا ما نروح نفحص هل الصعوبة في الفحص انا كواحد من المجتمع ما اعرف لي جراءات نعم كيف اروح افحص وشو اللي لازم اسوي الرسالة ما توصني منكم نعم فهم وكلامك صحيح افكر في قصور احنا منا من ناحية هذا الموضوع لذلك دائما اتكلم وانا عندي طبعا اني كل كم سبوع نزل نفس الفيديو اللي هو ما هو الفحص المبكل للسرطان وكيف اقوم بالحص المبكل للسرطان انا كلامك صحيح انا اتكلم كمقتص اعتقد انك انت عارف اعتقد ولكن في الواقع انت مش عارف انت تسمع الكلمة هذه مش عارف شو قصدي ما تعرف وين تروح ما تعرف شو الاجراءات احنا سوينا بحث نشارناه قبل يومين اكبر عملية استفتاء في مجتمع دولة الامارات عن مرض السرطان وارتقينا ان مرضى من الناس ما اندخل فيها عن الموضوع وحاب يعرف فيه رغبة فيه رغبة موجودة يعني حوالي اعتقد ثمانين بالمئة من اللي اكثر من الفين شخص جاوبوا على الاستبيان هذا يعني من الرغبة يبقوا يعرفون معلومات يعرفون طريقة فاحنا ما زلنا مقصرين هالموضوع وانا وفق الرأي انح لازم نمدل جهة اكبر لتوعية افراد المجتمع عن السرطان وكيفية الفحص وكيفية الوقاية شو افضل طريقة للفحص المبكر شو يسوي بالضبط نعم خلنا بتكلم معاك عن اليوم بتكلم معاك عن اللي بيشوفه بعد خمس سنوات بيتغيى ترى على اليوم اي شخص اول شيء بتتكلم عن شخص اللي ما عنده تاريخ عائلي للسرطان هينقطمهم جدا اذا عندك تاريخ عائلي مثلا السرطان قلون او التدي موضوعك يختلف بخبرك ليش لتكلم عن الشخص ما عنده تاريخ لاحد من هل فيه سرطان ولا شيء هذا الانسان اذا بلق من سن الاربعين سواء كان حرمه او ريال لازم يديه سوي منظار قل ليه هل يش سوي منظار ما فيه شيء طبعا دايما تشيل الصدقان دكتور يعني احنا تموت لعوزونا مستشفيات وروحة ومراجعات مشكلة سرطان وقلون ممكن ينمو في جسم الانسان ودت عشر سنوات بدون اعرض تخيل عشر سنوات فمن سن الاربعين يبدأ الانسان يسوي منظار كل خمس الى عشر سنوات حسب الاشياء يشوفونها اذا كان فيناك لحميات يسوين بشكل مبكر ولكن المنظار هو الطريقة الاساسية والصحيحة للفحص مبكر لسرطان قلون ومستقيم انسان قال لك والله دكتور انا مفاضي صراحة ام متفيج اسوي منظار واخذ اجازة من الدوام واخذ ادوية مسهلة تعور لبطني ما قلهم مشكلة الفحص الثاني هو عزكم الله موضوع فحص البراز سنويا فحص البراز بسيط يتحصون اذا كان هناك اي اثار للدم اللي هو عبارة عن دليل نزيب داخلي مش واضح سنويا حتى نتأكد ما في اي وجود سرطان طبعا دقة اقل بكثير منذوع منظار منظار تدخل داخل القرون تشوف اذا كان فيه الحميات تشيلها نفس الوقت وخلصنا خلاص هو عبارة عن عن تشخيص وعلاج نفس الوقت اما اذا كان فيه لا قدر الله فيه دم في البراز طب نكسو يشوه منظار هذا الرجال النساء من سن الاربعين مرة ثانية النساء من سن الاربعين تبدأ يسوي فحص المامو قرام اللي هو عبارة عن فحص الفدي مرة سنوية وكل سنتين تمام ايضا مدخنين المدخن اذا كان يدخن كمل 25 سنة ووصل 50 سنة لا نسوي اشياء للرئة اشياء بسيطة مال 5 دقائق يتأكد انه ما فيه نمو للخلايا السرطانية اه ولا اذكر الحين اتكلم معاك ولا اذكر مريض اه شفت الاسبوع هذا مدخن شرح فيه سرطان الرئة وكمل معاك كحة حوالي كملت كحة معاك حوالي سبعين ثلاثة ويانا واكتشفنا عندي السرطان رئة متقدمة مرحلة رابعة المشكلة ان الانسان هذا على الاغلب كان من الممكن كان من الممكن طوع كل اللي بيتربع عالمي وكن اذا كان ممكن يتحاشى هالشي اذا كان يسوي اشيعة الرئة من سن الخمسين كتشفنا السرطان نزيله بجمع مريجة راحية بسيطة وانتهى الموضوع الشيء الاخير مبلغ قبل الاخير سرطان البروستات فحص دم بسيط جدا وما ياخذ منك خمس دقائق من سن الخمسين تأكد ان ما في ازدياد في معدل يعني البي اس سي اللي هو عبارة عن معدل يشير الى سرطان البروستات للدم الشيء الاخير النساء من سن خمس وعشرين متزوجات فحص عنق الرحم للتأكد عن موجودة خلايا هذه الفحوصات الحالية للشخص اللي ما عنده تاريخ عائلية مثلا انسان عمره ثلاثين سنة احنا قلنا اربعين سنة سرطان قلون ولكن هذا عمر ثلاثين سنة ولكن اخوه اللي عمره خمسة ثلاثين سنة في سرطان قلون هل هذا يترين سنة الاربعين ولا يسوي الحين منظر يسوي الحين حين الحين ليش لان تاريخ العائل يأثر على قرار او توقيت الفحص المبكة للسرطان نخلي هذا كل شيء فحوصات مناظير مامو درام عنق الرحم حاليا في دراسات كبيرة جدا في بلادات التحدى امريكية وفي المملكة المتحدة في بريطانيا فحص دم بسيط من دون اي تحضير تروح للعيادة يأخذون فحص الدم بعد اسبوع اشتريات ايام طلع النتيجة فحص لأكثر من خمسين نوع من السرطان يتضح في هذا الفحص وكان الله غفونا الرحيم لا منظر ولا شيء يطلع لكل الحصات هذه كلها وفي انواع كثيرة حاليا ما قدر نفحصها مثل سرطان بكر ياسمه ما في فحص مبكر له ولكن هالفحص المبكر خمسين نوع فحص دم بسيط هذا بيغيى طريقة الفحص المبكر للسرطان عم ستوى العالم لانه بيكون هناك فيه سهولة لعمل هالفحصات ودقة شديدة وتعدي بإذن الله إلى تشخيص مبكر وفرص شفاء على بإذن الله هذا يتبع الكلام تقول خلال خمس سنوات هذا نتكلم عن هالفحص الفحص خلاص من رحلة نهائية ممكن يطلع خلال أي شهر ولكن لين ما يتم اعتمادة في كل الدول اللي ما يصير أمر روتيني بياخر عدة سنوات نعم متاز هاي نتكلم تقول أنك حسن كبير في تشخيص المرض نعم إذن أنا بسلك سؤال تخيلي شوي نعم أحيانا القضاء اللي يحطونا عشان السبكري نعم وتشوف الداتا بالتليفون نعم يقولت ليش ما اخترعوا شي بسيط نعم لكشف عن كل ما يتغير في جسمك سواء ورام حميدة خبيثة أي شي غير طبيعي في الخلايا يبين في الداتا ليش ما فيه مثل هالاختراع هذا الفحص نفس الطريقة فحص دم بسيط يتم تحليل الديني فيه ونشوف إذا كان في هناك خلايا سرطانية أو خلايا ما قبل السرطانية فهذا هو اللي قاعد نكلم عنه بالضبط بصوة أنا تتكلم عن قضاء أنه تكون في الجسم هذا يمكن 2050 إن شاء الله على حين صادقين لا بينه بينك موضوع هذا موضوع الدم ترى شي يعتور ثوري جدا وبيغير مرة أخرى طريقة التشخيص وعلاج ماذا السرطان خلال السلامة القادم بذن الله إذا شو رأيك للنظريات تقول أن شركات الأدوية عندها علاج للسرطان بس ما تبطل أنا أقدر أن فيلك هذا الشي بعدة نقاط أول شي خلنا أعطيك مثال بسيط في هناك علاج لضمور للعضلات يتم بيع هذا العلاج بحوالي 8 ملايين درهم تقريبا أو يعني مبلغ مليون ونص دولار والناس تدفع تشتري ليش لأن هذا عبارة عن علاج مهم جدا لضمور على العضلات في الأطفال الشركة قاعد تجني مبالغ خيالية تخيل وهذا مرض جدا نادر تخيل شركة عندها حل لمرض السرطان وحطة تسعر 10 ملايين دولار هل الناس تدفع ما وتدفع الناس تدفع والشركات والحكومات تدفع ليش لأنه ما في حال ثاني الشركة اللي تطلع اللي تقدر طلع علاج السرطان ستصبح أكبر شركة في العالم من ناحية الأرباح وما في حد عنده السر هذا بيخليه مقفل عنده لأنه بيكون عنده طريقة لربح مليارات في غضون أشهر بسيطة الشيء الثاني هناك أطباء مختصون أو مختصين في مجال أبحاث السرطان ويعملون بشكل منفصل جدا عن جميع الشركات الأدوية في جامعات على مستوى العالم وما يأخذون أي فلوس من أي شركات الأدوية لأنهم يعملون بشكل يعني خاص بعيدة عن تأثير هذه الأدوية فهذه للناس شو عندهم مصلحة أنه ما يطلعون علاج السرطان إذا كان هناك علاج السرطان ليش لأنه ما يوجد مرة أخرى الناس تعتقد بنظرية المؤامرة نظرية المؤامرة دائما هناك نظرية دائما هناك مجموعة تقوم بعمل بعض الأمور لمصلحتها ولكن أنا أقول لك لأن مرض السرطان جدا معقد بيكون هناك علاجات إن شاء الله لبعض الأنواع ولكن بعد يعني المجال جدا جدا منه طويل للوصول إلى العلاد الشافي بين العلاد السرطان في المراحل المتقدمة مراحل المبكرة نسبة الشفاء لمعظم السرطانات جدا جدا عاية دائما أتكلم عن السرطان مراحل المتقدمة اللي هو فيه إشكالية في العلاج طبعا فرس ارتفاع أسعار الأدوية الخاصة بالصرطان خلال آخر 15 سنة إلى 5000% نعم خلال هالفترة كيف فسر؟ نعم طبعا خلنا نقول أول شي مش دفاع على شركات الأدوية ولكن هذا الواقع شركات الأدوية تقوم باستثمارات كبيرة جدا في الأدوية بعطيك مثال من كل مئة دواء يتم بداية تقييمه كم دول تتوقع يصل إلى المستهلك كمعتمد وفي فايدة واحدة واثنين فقط تخيل فكمية استثمارات التي تقوم بها الشركات الأدوية كبيرة جدا وخلنا نكون أيضا عادرين من ناحية أنه في أدوية كثيرة ما تم يعني اعتمادها إلا بعد استثمارات كبيرة قبل هذه الشركات في النهاية بزنس خلنا نكون واقعيين أنهم يساوون بزنس وهم يبغون يعني يدفعون فلوس في النهاية يحصلون يكون عليهم يعني مدخول من ناحية الأشياء التي صرفوها فقيمة الأدوية تعتمد على قيمة الاستثمارات التي تمت من ناحية التخطيط وعمل تجارب الطبية والتي يتكلف مبالغ كبيرة جدا جدا فمرة أخرى لا يوجد دفاعا ولكن إحقاق الحق إذا الشركات هذه ما قامت بعمل هذه الاختبارات وعمل هذه الفقوصات وعمل هذه التجارب الطبية بيكون في قصور جدا في علاج السرطان في مستوى العالم من ناحية العلمية وتطويرية مرة أخرى هل هناك بعض حين يكون في مبالغ نعم مبالغ ولكن يقول لك هذا الدواء احنا سويناه احنا تعبنا عليه احنا في النهاية حد في هذا الدواء من ناحية العودة الستثمارات التي عملناها فهذه أمور اقتصادية ممكن احنا أيضا أهل اقتصادي يعني مرجوع على استثماراتهم دكتور ما تكلم عن دور الامارات الريادي في نعم تطوير نعم وعلاج نعم مرضى السرطان نعم ما تكلم عن 2016 كان في حوالي 15 مركز نعم 15 مركز اليوم وصلني إلى 30 تقريبا صحيح خبرني عن التجربة هذه نعم من 15 إلى 30 نعم بعدين ما تكلم عن لقطة ثانية نعم طبعا خلنا نقولك اول شي اذا تكلمنا عن عن علاج السرطان دولة الامارات خلال 50 من السنة الماضية صعب يتطور كبير جدا من مركز واحد اللي هو مركز توان اللي في العين اللي يفتحوه في سنة 79 لحد اليوم حينا قاعدين نتكلم عن عكثر من 30 مركز متخصص في علاج السرطان منها خمسة وست مراكز معتمدة من ناحية القدرة على علاج السرطان في جميع مراحلة طبعا الاستثمارات اهتمت من ناحية يعني البنية التحتية من ناحية استقبال الكفاعات من ناحية تدريبة طبعا المواطنين في هذا المجال من ناحية ايضا استحداث او جلب التكنولوجيا الحديثة من ناحية تسهيل يعني استخدام العدوية او تسجيل العدوية الحديثة هذه الامور كلها ادت الى ثورة كبيرة جدا الحمد لله في قدرة المريض دولة الامارات ان يتعالج بافضل الطرق والبروتوكولات المعتمدة عالميا ايضا من ناحية التكنولوجيا وهي صراحة واضحة جدا انا كشخص متخصص في هذا المجال اعملت في احد اكبر مراكز السرطان في الولايات الامريكية في هيوستن وانا اقول لك ان في امور كثيرة جدا مشتركة حتى بمتطباتي نفسها ولكن في النهاية قناعة الناس ما زالت مثل قبل يعني ما تلوم الناس ان الناس مروا في تجربة يعني ستة ناس سبعينات ما كان فيه هناك خدمات طنبية ولكن حاليا الحمد لله معظم الاشياء اذا مبقى لهم توفر الحمد لله الحين لو بتكلم عن ثلاثين مركز في دولة المرات ليش ما يكون في مركز وطني يحدد الكفاءات هذا انا لا عرف انا ما في هنا مركز وطني موحد لرصد كفاءات كل المركز نعم هذا سؤال جميل جدا وعم بخلي المسؤولين يقررون يعني شو الانسب ولكن انا وفوق الرأي تماما في حاجة لتقييم المراكز من ناحية تقييم مستواها وايضا مخارجها عندك انت في بعض الاحيان تصدر يعني تقييمات المدارس كل مدرسة مستواها فاحنا ايضا يعني نشوف ان هذا الشي يكون جدا ممتاز حتى ايضا يعني يعطي بعض الثقة للمرضى في تحديد مكان مناسب للعلاج انا بيكون ممتاز يعني اذا كان فيه مثلا خمس نجوم اربع نجوم اكيد نعم طبعا اكيد هذا يسهل على المريض من ناحية التخلقات العاجية زيني دكتور انا بتكلم عن الحين الحالات نعم شو اصعب يعني حسب الحصائيات نشوف هنا اكثر شي سرطان الثدي نعم لقب القلوب لا ثاني شي في الامارات الغدن درقية اه طاني شي نعم طبعا ثالث القلوب ثالث القلوب نعم الحين اكثر شي الحالات من الرجال نعم لا النساء بعدين النساء 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 الثدي اول شي اوكي نعم انا سمعت ان الثدي كذلك اللي رجال هو الأول ولكن قبل سنتين أصبح سرطان الثدي من ناحية الأرقام هو الأول على مستوى العالم وأيضا هو الأول على مستوى الخليج إذا نظرنا على مستوى الخليج من ناحية الدول الخليجية هو الأول دولة الإمارات ما زال هو أيضا رقم واحد طبعا ليش هو أكثر صادة ترم يعني أسباب كثيرة ولكن مرة أخرى لأن أرقام تشيل هذا الشي ولكن أيضا مرة أخرى نحن نقول أن الثدي منطقة حساسة جدا ممكن تؤدي إلى تغيرات كثيرة قسامات كثيرة فهذا أيضا يؤدي إلى زيادة خطور لإصابة سرطان الثدي ولكن الشيح نلاحظة في منطقتنا الخليجية والعربية احنا نذكرناها سابقا وجود أعداد أكبر في الشابات مصابات بسرطان الثدي في سن العشرين والثلاثين والأربعين وهي طبعا يختلف عن اللي احنا نشوفه في أوروبا وفي أمريكا في أمريكا معظم سرطان الثدي في سن الخمسين وستين ولكن هناك اختلافات كثيرة لحد الآن احنا مش فاهمينها وحنا نشرنا بعض الأبحاث سابقا في منطقة العربية نحاول نفهم سبب الاختلافات هذه وخاصة وجود سرطانات أكثر في الثدي في النساء في منطقة العربية الدكتور اليوم شبحات كثيرة في السرطان الأول كان يداهم الكبار نعم اليوم للأسف نشوف الشباب أكثر عرضا كذلك للسرطان نعم كلامك صحيح والأسف هذا عم استوي العالم في دراسات حاليا نقول تحاول تفهم شو اللي صاير ليش الشباب حاليا قاعدين يصابون بالسرطان بشكل أكبر طبعا هذا لازم نعرفه أن الشاب خاصة أن الشاب هو في مقتبل الأمر في سن العشرين وثلاثين في سن الزواج في سن تأسيس الأسرة في سن العمل هذا يأثر على المنظومة الاجتماعية بشكل كبير جدا وأيضا يأثر على قدرة العائلة أو المجموعة على الاستمرارية في النمو أو في الحياة عندك رب أسرة مسوعة عن عائلة عن أطفال صغار مصاب بالسرطان شو بيكون وضع العائلة جدا سيئ لأنه يعالج من السرطان خاصة لكما راح المتقدمة يأثى عن نفسيتهم يأثى عن نفسية الأطفال في المدارس لا آثار سلبية كثيرة جدا بتقولي شو الأسباب صراحة العلم ما زال عاجز لشان يفهم شو اللي صاير شو اللي متغير ولكن هناك بعض النظريات نظريات منها أول شيء التغير في الأمور ذكرناها من ناحية التغذية من ناحية ازدياد السمنة وهي أعفكرة على سباب رئيسية جدا جدا مهمة مثل ما قلنا السمنة في الأطفال تؤدي إلى سمنة في الشباب وفترة السمنة هذه عشرين ثلاثين سنة هي تؤدي إلى زيادة خطورة لصاب السرطانات ولكن هناك أيضا بعض النظريات إلى الاستهلاك المفرط لمضادات الحيوية في فترة الحمل نعم وفي فترة الأولى من حياة الإنسان عمر السنة والسنتين وثلاث هذا يؤدي إلى تغيير في البيئة الداخلية في جسم الإنسان ويؤدي إلى ازدياد خطورة لصاب بعض السرطانات خاص سرطان مستقيم والقلوم المعدة طبعا للأسف الدراسات مازالت عاجزة لتحديد سبب واضح ولكن هذه النظريات كلها موجودة بسبب وجود بعض الدلال العلمية على هذا الموضوع فالاستهلاك المفرد لبعض الأدوية وأيضا ما نذكرناها ما ممكن هي تكون أسباب التي تقود إلى ازدياد على الحالات السرطان في الشباب والتي تعتبر مرة أخرى مشكلة عالمية في تزايد سين قلت أنا والله أحاول المتيازة تقول لي أحاول أني أكون واحد يعني أنا ورد واحد من المجتمع ولكن أفهم شو سبب تكاسل الأشخاص أنهم يروحون من المستشفى نعم للفحص المبكر هل أنت تشوف مناسبة أن المستشفيات تكون أقرب من هذا الوقت ليش أنتم ما تنزلون أكثر لأنهم اجتمع ليش مثلا في مراكز الدوام نعم كل الدوام يكون له زيارة سنوية لفحص المبكر يكون إجباري هو يارس نعم يقدر يعني يمشي في هالبرمجة ليش المستشفيات مات قرب أكثر نعم خلنا وشتكي عن موضوع إجباري إجبار الإنسان على عمل الفحصات أين عن الفحصات ما يعتبر شيء أخلاقي من ناحية يعني طنبية ليش لأن الإنسان للخيار الأهم من ذلك أنك تفهم هذا الإنسان شو سيب الفحص هذا وفايته ومن ثم يتخل قرار مناسب بالنسبة له تفكر عن كل ما يتوافقين قل لي أبغي أسبع رائعي والله بصراحة أنا أشوف أنه إجبار أفضل لأنه إذا كان الفحص المبكر السرطان هو لازم يعرف هذا الشيء وإذا ما يعرف حيني لازم نوعي هو الإجبار ما أعتقد بيكون في رفض تام يعني صراحة أنا وجهة نظر أولي يعني أنه أو شيء توعية مثل ما صارحة نقوله مثلا لميتنا قورونا ما كنا نعرف لكن زادت التوعية زادت التوعية لا عرفنا أنه لا لازم نحن نروح نعمل الفحصات هذه مثال جميل جدا عن كيفية تسخير الإعلام وأيضا زيادة الوعي على نتائج الأمور الصحية والطمبية ذكرت موضوع كيف الكورونا وأنا أقول لك كلامك صحيح في قصوك كبير جدا من ناحية نحن كطباء وكجهات أن نحن نزيد الوعي عن المرض السرطان ذكرت لك أن الاستبياء نحن سوينا أحد الشيء اللي نقول لها قال دكتور نحن بعض الأحيان نخافر ونفحص في نسبة ما أذكر الرقم بالضبط ولكن في نسبة يعني كانت مش بسيطة قال نحن نخاف نفحص في ناس قال نحن نخاف من نتائج الفحص في ناس كثير قال احنا ما نعرفين الروح وفي ناس قال احنا ما نبقى نعرف ففي تفاق فمرة أخرى نرجع نقطة احنا فهمنا أسباب نحاول نحلها نحلها عن طريق زيادة الوعي مرة أخرى الإنسان عدو ما يجهل إذا احنا ما زدنا الوعي وفهمنا الناس شو سبب إحنا الناس بشكل جيد أنا متأكد أنه بيكون تقبل فحص ونبكر السرطان جدا 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 عالي إذن أنا يعني ياسا حاول اشتهد في كان يعني معاك في الاستبياد إذن لما تقول يلا فحص ونبكر تر أول شيء بني دولة فال إذن شا سوي وين نروح وين نروح وهنا أحد النقاط اللي كان اللي جاء بات ما نعرف وين نروح إذن وين نروح ديكتور يعني تمزنا أنت وين في دولة إذا أنت في بوظبي في أماكن خاصة ببوظبي البرنامج يسمى برنامج إفحص متوفر في معدل المستشفيات ادخل نتكتب في جوجل إفحص بوظبي يطلع لك كل مكان عندك في مارات شمالية برنامج إطمئنان مزارة الصحة في برنامج كامل في عيادات تعزيز العسرة تروح هنا وتفحص وخذ كاملة قولنا أن هذا حصف حسن مبكر حسن بكل السرطان حل في دبي عندك أيضا في عيادات الطب الأسرة موجودة بشكل واضح وكامل بس أنت روح واطلب وصد مبكر السرطان بسهولك إياها طبعا سواء سرطان تبتدي نعم طبعا نتكلم عن السرطانات التي هي متعارفة عليها سرطان تبتدي القلون المستقيم سرطان البروستات سرطان الرياء ثم سرطان نقل الرحم الآن في نوعين فحص المعدة نعم منظار المعدة لا منظار القلون ولا بس منظار القلون المعدة حاليا ما في توصيات عليها بخصوص الفحص المبكر ولكن في اليابان يسوونها ليش حالات سرطان المعدة في اليابان جدا عالية نعم معني يقولون والله أكلهم يعني أكثر صحة وكذا عندهم زيادة حالات كثيرة في سرطان المعدة عندهم الكحول عالي تذكر هذا الشي هاضي صحكي طبعا أنا بعد ما أدري إذا تتفق ولا الدوام نعم أو الجهات الجهات العمل المختلفة هل أنت تفضل هل أنت مع وجود فحص سنوي أن الأطباء أو الأشخاص المعنين يروحون الجهات الحكومية ويلفون على الجهات الحكومية ويأدون إلى هذا التوعية أو فحصة وفق الرأي وأنا كنت عرضت على أحد الجهات مرة من مرات هذا الموضوع قلتم يا جماعة نحن نبغي يسوي هذا التوعية لموظفيكم ومن ثم نعطيهم الخيارات اللي حاب يسوي فحص ونعتقد أن هذا بيكون جدا جدا مهم ومش إلزايا مرة أخرى لأننا ضد الفحصات الألزامية ولكن أعتقد بالتوعية عن طريق جهة العمل ونخليها جزء من التقييم السنوي اللي حاب يسوي ولكن نخليه أيضا يعني تعطيه مثلا يوم إجازة يومين إجازة خلسيهم الخيارات ويرجع فأنا بالعكس أنا وأيد هذا الشيء بشكل كبير جدا وأعتقد أنه يكون لتأثير إيجابي أعتقدون للناس بحصة مبكرة للسرطان دكتور هل الخصة على تشخيص السرطان تؤدي إلى انتشار؟ هذا السواء ما بسمعه تعرفت منه يوميا في العيادة ممكن عشر مرات أضطر أجاوب هالسؤال بسبب إشاعة منتشرة بين الناس كلها أنه إذا أنت عندك شك لا قدر الله في وجود سرطان وخط خزعمنا هذا يؤدي إلى تهيج السرطان وانتشاره طبعا كلام غير صحيح وللأسف يعني معظم الناس يتأخرون في تقبل فكرة التشخيص وعقد عينه بسبب هذه الفكرة الخاطئة ف أحدهم يقول حق الناس إحنا أدرى بهذا المواضيع وإذا كان هناك أي شيء ضر المريض إحنا لم يكن صحيح كتسوي أعطيك مثال سرطان الخصية عزك الله والسرطان السرطان تكون وحيدة لما سوى فيها خزعة لأنه يكون يسوي انتشار فقط أما باقي السرطانات كلها سواء كان فيه شكل سرطان ربن درقية سرطان التسدي سرطان الرئة هذه كلها الخزعة لا تؤدي الانتشار ولا يتم تشخيص السرطان إلا عن طريق الأينة والخزعة يمكن أحد المتابعين يقول أنا خبطت شوي نعم أحيانا فيه أعراض نعم السرطان أحيانا مثل ما قلت مرض صامت نعم أنا شو الحالات اللي هي تبين فيه أعراض نعم وشو الحالات اللي هي صامت للأسف ما في قاعدة نقدرنا مشي عليها للأسف وهذه أحد إشكالية السرطان أن ممكن يكون لا قدرنا من ما ذكرت ما قبل شوي سرطان في جسمك سنوات طويلة وأنت ما عندك أعراض ولكن إذا تكلمنا عن أعراض عامة ممكن يكون مشتركة بين السرطانات كلها نقول التعب والإرهاق اللي لأسف نحن معظمنا فينا تعب وإرهاق ولكن تعب وإرهاق مستمر بالرغم من عمل فحوصات كاملة من ناحية الدم والغد الدرقية والأنيميا كل شي طبيعي ممكن هذا يكون دليل على وجود شي غير طبيعي في جسم الإنسان مش بالضرورة سرطان ولكن خلينا نفكر ليش هذا الإنسان تعبان فقد الوزن المستمر من دون سبب واضح الإنسان ما عنده شهية الإنسان تعبان ووزنه قاعد ينزل خاصة في كبار السن وأنا لاحظ كبار السن أن أعراض هيمشتركة عندهم التعب والإرهاق والنزول الوزن ومعظم يعني عيالهم ما يلاحظون هذا الشي إلا بعد ما يتمجز سرطان صح دكتور صار إلى ستة شهور أو سنة ما يأكل تعبان وزنه قاعد ينزل فهذه العراض خاصة في كبار السن خالها في بالك التعرق الشديد في الليل إذا الإنسان يلقى في الليل يتعرق بشكل كبير ما تكلم عن شي اللي بتتكلم عنه يعني يضطر حتى أن غير ملابسة ممكن يدل على وجود سرطان أعراض أهلام في الجسم غير مفسرة أهلام مثلا شديدة في منطقة الكتف أو الظهر في أماكن يعني مستمر قاعد يزيد مع الوقت بالرغم من أن الواحد عادي يأخذ أدوية يحاول يتعالج طبعا الأعراض الأخرى مثلا إذا كان الإنسان لا قدر لعندك كحة مستمرة خاصة مع وجود الدم المدخنين هذا جدا مهم عندك عزك الله خروج الدم مع البراز هذا أيضا ممكن دليل خروج الدم من أي مكان من الجسم ممكن يكون دليل على وجود سرطان حتى الله عزك مع البول إذا خرج مع البول دم هذا ممكن يدل على وجود سرطان المشكلة مرة أخرى هذه الأمور خاصة جدا خاصة مع كبار السن البول الله عزك البراز يكان فيه دم ما بيخبر عيالي بيقول له والله نفيه هذا الشي بيسكت حتى لو كان فيه عراف الثدي في النساء كبيرات السن عايزنا وهذا مغطايا مغطايا مات بحد يشوفها وما تخبر حد فنحن نشوف حالات بعض الأحيان يعيس كون سرطان حتى يفتدي متأكل من شكل كامل وصار لسنوات وساكت عن الموضوع لأنه تتوقع أنه فيه التهاب بسيط ويتحسن في الأعراض مرة أخرى نعم يعني السيدات نعم كل سنة ثلاث سنوات أنه يرغب أن يرتفعهم كل سنة أو سنتين لازم هي نعم أوكي أتكلم عن سرطان ثدي سرطان ثدي كل سنة سنتين نعم ما يذهب عمرها يعني من فوق الثلاثين فوق العشرين عادي من سنة الأربعين من سنة الأربعين نعم بس الآن تتقول للشباب أو الشابة أفيد طبعا نحن حاليا بعدنا ما زلنا على سنة الأربعين لأن هذا اللي ممكن أكثر شي يعني تجد تشخص فيه لأن إذا يسويت حصات حق الصغار على الأغلب ما فيهم شي فحص سريع يكون جدا سريع بقول لقطة مهمة جدا خلال السنة الماضية قمت أشوف النساء بالشكل أكبر شخصهم السرطان ثدي ليش لأنهم طوفوا في حصاتهم معتادة في أثناء فترة الكورونا تدري كالفترة الكورونا محل لباضي المستشفى كل حد خائف من كورونا ولكن حتى يعني هذا الأسبوع أذكر مريضة ياتني قلت له أنت ما سويت في حص مبكر قبل حق الثدي لأنه طلع فيها سرطان ثدي قات الدكتور أن دائما كنت ملتزمة ما عدا آخر سنتين وثلاث سنوات بسبب الكورونا ما أروح فأحاول يعني أستغل الفرصة هذه صراحة وشكرا على أنك ذكرت فيها أذكر النساء والرجال إذا أنت كنت ملتزم بحوصات لازم ترجع مرة ثانية بحوصات حتى قبل الكورونا لأننا حين الحمد لله رجعنا الحياة طبيعية وما ننسى موضوع في حص مبكر للسرطان أكثر إشاعة وتعلقة بالسرطان تزعجك أن اللي يصاب بالسرطان سوف يموت وهذا غير صحيح النسب الشفاء والتعافي من السرطان جدا الحمد لله عالية وخاصة في المراحل المبكرة النسب الشفاء قاعد نتكلم على 95% باتر إن شاء الله عنا مؤتمر خاص المتعافي من السرطان طبعا شهر 6 من كل سنة وعبارة عن شهر المتعافي من السرطان اللي احنا نحاول نظهر للناس فرص الشفاء والتعافي وباتر إن شاء الله احنا عنا حفل خاص لمتعافي من السرطان من سوي إن شاء الله متحف المستقبل نراوي حق الناس أن الحمد لله في الطوة في الدولة العلاج الحمد لله متقدم والحمد لله مش كل إنسان يصاب بالسرطان يتوفى ومش كل إنسان ياخذ علاج كيماوي أو علاجات إشعاعية يتوفى بالعكس أن الناس الحمد لله تتعافى وتعيش حياة طبيعية هذه الحلقة دكتور إحنا ننبع مو بها حلقة تخوفية طبعا هي حلقة توعوية المعنقية تبشر فيها أكيد طبعا أكيد طبعا وأنا هسا أقول لك أنا ما أحب كلمة إن السرطان يسمى الوفاء بالعكس نسبة الشفاء جدا عالية والحمد لله يعني كل ما بكر الإنسان في العلاج كل ما أزز بفرص شفاء بإذن الله شو رأيك في هالكلام من الخلايا السرطانية تدمن إدمان كبيرا على الجلوكوز طبعا كلام غير صحيح كلام غير صحيح أو غير علمي لأن الإنسان كل أو ما كل سكر الخلايا السرطانية إذا لم يتم علاجها بطريقة صحيحة وعلمية سوف تستمر في التكاثر بغض النظر عن وجود سكر أو لا والأسف مو عني مرضى كثير يقول لك دكتور أنا بوقف عن السكر وعطني شهر شهرين وبرجع لك بعد فترة وفحصني ممكن السرطان راح بقول للمشكلة أنت السرطان عندك ما بيترى شهر شهرين ومرت علي حالات الجدول العاجات الحديثة بناء على توصيات من أصحاب وممكن نتكلم عن موضوع الإشاعات ولكن لسبب التوصيات أخروا علاجهم ومن ثم يعني حالتهم زادت سوءا بسبب الإشاعات هذه إذا حاب يوقف السكر ووقفه ما عندي مشكلة دعني أقولهم إذا أنت حاب يوقف ولكن لا تعتقد أنك أنت بيقافك للسكر سوف تقوم بالشفاء من السرطان للأسف أنا أتمنى هذا الشي ولكن هو غير واقع ومن تجيره مع آلاف المرضى السرطان سوف يستمر إذا أخذت سكر أو لا إذا حاب تقطع ما في مشكلة ولكن الأهم من ذلك ما تقطع العلاج الحديث وتأخره لفترة طويلة إذا ليش تقولون حق الحالات اللي فيها سرطان ابتعدوا عن السكر ما نقول هل أشعاعات اللي تقول يقولوا ابتعدوا عن السكر ابتعدوا عن لحم عن البروتينات عن الحليب ومشتقات الحليب هذة كلهم نوعات عندهم ما دل من نسواها ولكن هذي اللي نسمعها بشكل يومي وللأسف غير صحيحة المشكلة أن الإنسان ممكن ابتعدوا عن السكر ولكن ما بالك إنسان يبدعوا عن لحم البروتين ويشارة كلها الصحية اللي يحتاجها جسمه خاصة هو في مرحلة تعب ومرحلة السرطان ومرحلة علاجات مكثفة تخيه هالإنسان قادر أنه يقاوم ويقدر يستمر في وضع الصحي الجيد إذا ما كان لياقة التغذية طيبة أو مناسبة ما يقدر وهذه إشكالي دمج وحد المرضى أقول أنه ما في مشكلة أنك أنت تقطع السكة ولكن تقطع هذه الأمور الثانية كلها جسمك يتعب أعطيك مثال إحنا في رمضان يوم أسان صايم آخر اليوم شو بيكون وضعه تعبان منهك فهو ملك إنسان قاطع معظم الأكل لأسابيع وهو مرض مرض بالسرطان كيف يكون وضع الجسدي؟ منهك بشكل غير طبيعي حتى جسمه يتقبل علاج وهذا أحد أكبر الأخطاء اللي احنا نلاحظها مع مرضى السرطان وأهليهم أهليهم ترى هم اللي يجبرون معظة الأحيان على هذا الموضوع دكتور فيه تقاغة غريبة في المجتمعات نعم أن السرطان معدي نعم وهذا الشي أنه يعني الواحد ينفر من الشخص المصاب شو عندك على الكلامات؟ طبعا السرطان مرض غير معدي تماما وللأسف بعض الناس لما يعرفوا أن الإنسان فيه سرطان يحاول يتحاشى يبعد عنه بسبب يمكن خايف أنه ينقل المرض أو أي يعني أو ممكن تشاؤما من هذا المرض ولكن الواقع أنه مرض مرة ما ذكرت غير معدي والأهم من ذلك نصيحتي دائما إذا عندك إنسان تعرفه سواء كان صديق أو أحد من العائلة حاولت تعامل معاملة طبيعية جدا وما تحس كأنه مريض لا تقول له والله فلان شويك تعبان شعرك طايح مقويك شاحب ووزنك نازل تكلم بكلام إيجابي يعني مبهج لا تيب طريق السرطان تمام وتشوف كيف أنت قاعد تساعده بطريقة غير مباشرة أنه يتأقلم على الحياة الاجتماعية في مرضك فيه السرطان يقول دكتور رحمة نحن بيشوف الناس لأنه ما يخلونا في حالنا يسألون مع العلاد شو سويت وين تعالى يشتو كمبه قل لك لا تسوي شذي وقف شذي يعطون نصائح ما أنزل الله أباها من السلطان وهي تخلي الإنسان مريض والسرطان حاول شو يجتنب الاجتماعات أو حتى العلاقات الاجتماعية أو حتى الاختلاط مع الناس تجنبا لهذا يعني الطوفان من الإشاعات أو النصائح وحتى الاهتمام الزايد اللي ممكن يكون له تأثير سلبي على هذا الإنسان شوابنا وعلاجنا يقولوا معكم من الدكاتورة خلي إحنا عندنا العلاج الشعبي وإن شاء الله هو اللي بيتشافه وكي نعم كيف ردك على هل بيعطيك مواقع تجربة عالجت آلاف آلاف الحالات ما مرت علي ولا حالة تم علاجها علاج كامل وشافي بالعلاجات الشعبية من دون علاجات حديثة كيف يعني بتشوف وعيد الرسائل يقولوا والله فلان سوى أو خذ والفلان من دون ذكر أي شيء محد حتى يعني ما يصير فيه فيه يعني كلام على هاي النقطة ولكن علاجات كثيرة شعبية معظم اللي تشافوا يكونون أخذوا علاجات حديثة ولكن ما يذكرونها يقولوا إذا أخذت العلاج الفلاني وعشبه الفلانية ولكن الواقع لا يوجد هناك أدلة ووحة على الأقل ما مرأت علي تجربة بكل أمانة أن شخص شوفي بالسرطان بيسرع علاجات للشعبية اللي شوفي بالسرطان بفضل رب العالمين ومن ثم علاجات حديثة على حسب التوصيات الطبية الحديثة التي تعزز من فرص الشفاء بإذن الله هل من الممكن يكون هناك علاجات فعالة في الطبيعة إحنا ما يعرفها هي نعم أنا أؤمن بهذا الشي ولكن ما أعتقد إحنا عندنا العلم الكافي إحنا نحدد ما هو العلاج الصحيح حاليا لهذه الأمراض وإذا إحنا نحب هذا الشي لازل نكون عن طريق يعني دراسات علمية محكمة صحيحة حتى نصل إلى الدواء الشافي ما أنزل الله من داء إلا وأنزله دواء علمه من علمه وجهله من جهله فهناك دواء للسرطان ولكن إحنا حاليا ما زلنا عاجزين على اكتشافه دكتور نحن كم مسلمين يعني دائما نتبع عنا عنا يقين نعم عنا رضا بالقضاء يعني خيره وشره عنا هاي الراحة والطمعنينة نعم أهمية العلاج النفسي أن الواحد يكون متقف في هالجانب يعزز هالجانب نعم تساهم شكل فعال في مرضى السرطان من خبرتي مع مرضى السرطان الشخص المتقبل بالقضاء والقدر خيره وشره واللي يتقبل جميع العلاجات من ناحية سواء كان في نجاح العلاج وفشل العلاج هذه الأكثر ناس هم سهولة في التعاون معهم وسبحان الله تكون أمورهم بشكل أكبر ميسر ومسحلة في قسم قليل من ناس اللي هو دائما مبعب من أي شيء مهما تسوي له من ناحية علاج من ناحية هذا سبحان الله تحصل أن أمورهم قاعد تعقد من ناحية مضاعفات من ناحية آثار جانبية من ناحية فشل العلاج فأنا أعتقد وأؤمن بأن الحال النفسية وتقبل إنسان للمرض ومن ثم تقبل لجميع الأمور تأتي مع المرض من تعب من إرحاق من أثار جانبية إلى تأثير من ناحية فرص الشفاء بإذن الله هل شيء شيء بذكر الصيام وتأثيره على حالات الشفاء يعني رسول عيسلم من سنة كل اثنين وخميس يصوم نعم أنا أتكلم عن الصيام الأسبوعي نعم سواء يوم ولا يومين هل مناسب هل تنصح لمرض الصرطان أو بشكل عام بشكل عام على صحة الجسد بعطيك دملة أو معلومة أنت ذكرتها بس أحيب أعطيك بطريقة أخرى هل تعلم أن أحد الأقل معدلات الصرطان في العالم هي في المنطقة العالم العربي والإسلامي وتم ربطها إلى حد ما بسبب الصيام وخاصة في شهر رمضان طبعا هذه كلها عبارة عن ما تقول يعني يعني نظريات ليش المنطقة العربية والإسلامية فيها معدلات الصرطان أقل طبعا في مور أخرى مثل أقل من ناحية الاستهلاك الكحول ولكن أيضا موضوع الصيام لا تأثير إيجابي على صحة الجسد سواء كان موضوع الصرطان أو لا ولكن نحن ندري أن الرسول ما بيأمرنا بشي أي وصينا بشي اللي إذا كان مصلحتنا فالصيام بالعكس شيء صحي لا تأثير إيجابي مش فقط على موضوع الصرطان ولكن على وظائف الجسد بشكل عام على موضوع التهابات المزمنة في جسم الإنسان على موضوع السمنة على موضوع أيضا الكوليسترول الأمور الصحية الأخرى لها علاقة أيضا بالأمراض المزمنة مثل القلب والشرائين فإجابة على سؤالك في بعض الدراسات تقول على أن بنسبة سرطان أقل منطقة العربية بسبب الصيام ممتاز يعني إذا واحد يقدم مثلا يأكل أكل صحي نعم ويمارس رياضة نعم ويصوم بين فترة وفترة أكيد شهر والنظام أكيد طبعا أنت يعني تكون في الطرف المناسب يعني بعيد عن الأمراض هذه وبإذن الله أيضا نضيف يلتزم بالفحصات السنوية العامة من السكر من ضغط من كوليسترول وأيضا فحصات الخاصة بالسرطان لأن إذا ما التزمت هذه الأمور كلها مع بعض ممكن أيضا السرطان يداهمك من دون ما تعرف مرة أخرى ما نخوف الناس ولكن نحاول نوصل فكرة الالتزام بالفحص مبكر السنوي حتى إنسان يعزز إن شاء الله بإذن الله من فرص تقليصها بالسرطان فيما راح نتقدمه دكتور الحالة الأولى والثانية فسط النجام منها عالي جدا إذن شو الحالات اللي تعالجت في الثلاثة وأربعة يعني في حين اللي يتابع يقول أنا في المرحلة الرابعة نعم ما في أبدا أمل للنجام لا عطيني الثقافة شو تقوله أولا المرحلة تعتمد على انتشار المرض إذا المرض في منطقة محددة ما انتشار مرحلة أولى انتشار بسيط مرحلة ثانية انتشار أكبر ثالثة انتشار في الماكم مختلف في الجسم مرحلة رابعة أنا حين قاعد أتكلمك وقاعد أتذكر بعض المرضى اللي هم مرحلة رابعة وصار لهم حين يتعالجون من خمس سنوات أو ست سنوات تعالج إيك مرة في الشهر يأخذ علاج بسيط يروح البيت طبعا في أمور كثيرة قاعدة تتطور حين في العلم العلم تتطور حين هذه المرضى اللي قاعد أتذكرهم إذا كنا نعالجهم في التسعيلات من القرن الماضي ما كان يعيش أكثر باستشهور ولكن بسبب تضرب بالعالمين الأولين تطور العلم اللي وضح لنا طريقة تعاون على هذه الأمراض وتطور الخلاعات الجينية من ناحة حصات الجينية والعلاجات الموجهة والذكية أصبح الحمد للأمور أحسن بكثير ما أقولك أنه في مرضى كثير مراحلة متقدمة أيضا في صعوبة في علاجهم نعم ولكننا نتكلم عن تطور كبير جدا في مجال السرطان وأدم يقول حق مرضى السرطان مراحلة متقدمة أقول لي حتى لو أنا اليوم معاك قاعد يقول لك أنه ما في علاج صدقني ممكن بعد أسبوع وسبوعين يطلع لنا علاج جديد وفعال جدا في هذا المجال أنا قالت خبر أنا فيه دواء جديد تم من بداية شهر ستة نعم بيضالعون هذا الدواء من مستراء زنك نعم خبرنا عن هذا نعم طبع هذا الدواء يعتبر علاج مناعي يعتبر هذا علاج جديد جدا لسرطان الرئة وسرطان الكبد وزاد معدل حياة المرضى بحوال ستة شهور ثمانا شهور بتقول لي والله شوية لا بس عندك مريض ما عندك خيارات علاج ولكن هذا أعطاه ستة ثمانا شهور زيادة خيارة الفترة هاي ممكن يطلع علاج ثاني يعطيه مثلا فترة حياة بإذن الله ستة شهور وبسنة زيادة فأنت قاعد تتكلم عن أمور قاعد تتراكم حتى تزين معدل يعني حياة المريض ومن دون علاجات مكثثة علاج مناعي بسيط بعض أقل أثار جانبية سيدي دكتور حين شو تنصح المصاب نعم اللي يعيش ظروف نفسية صعبة وخاصة في التغذية يحس بأعراض يحس بإجهاد يحس بلوعه نعم بإرهاق كبير شو الأشياء اللي لازم يسويها عشان يبتعد عن هالأعراض نعم أولا لازم يشوف دكتور متخصص في العلاج التلطيفي والعلاج الدائم بتقول لي شو هذا هو مرس مع التخصص هذا علاج التلطيف والدائم هو عبارة عن تخصص دقيق في الطب الباطني يعني بتقييم الأعراض عند المرضى بشكل عام وخاصة مرضى السلطان سواء من لعا زواء آلام في الجسد أو في البطن أو عسر في الهضم أو صعوبة في النوم أو قلق أو حتى نفسيا هذه الأعراض نعرف أن المريض سواء كان سلطان أو لا عيد إحنا حاولنا نعزز من جودة الحياة عندها بإذن الله حياتها تطول لأن يكون مرتاح استرس أو القلق عندها قل فعنصحهم دائما نشوفهم متخصصين في مجال التلطيفي اللي هم يعني موجودين الحمد لله في بعض الماكن في الدولة مش بشكل كبير لنكون صريح معك ولكن موجودين تخصصها موجودة في دولة الإمارات وإحنا دائما ندعمها أنا شخصيا ندرسها التخصص سنة كاملة بسبب واحد لأنه كان في قلة قليلة في دولة الإمارات عندهم هالتخصص فارتقيت أني أدرتها التخصص والحمد لله يعني كنت أول طبيب بتخصص هذا المجال بإضافة لإعلاج السرطان ليش؟ لأنني أدري أني أنا أحتاج أدعم مرضاي بهذه الأعراض بسبب يعني همية هذا التخصص لمرضى السرطان فإذا أنت عندك أعراض شوف الطبيب مختص بيحاول يساعدك يعطيك بعض الأدوية بعض النصائح بعض الأمور الخاصة بالتغذية مثل مريض عنده عصر في الحظ بسبب الأمور ممكن نعطيه مكملات غدائية ممكن تفيدها صعوبة في النوم نعطيها دوية وتخفف من ناحية القلقة وحتى تعسن جودة النوم فيه أمور كثيرة ممكن نشتغل عليها حتى نعزل جودة حياة للنسان مصاب بالسرطان أو للسرطان إذا الدكتور إذا واحد يتحين مصاب بالسرطان إذا يشوف الدكتورة يقول لك والله هذه حجوزات بعثرة الشور لها السبب أن عندي قاعدة أي مريض ييني في أي يوم أنا في العيادة شوفه بدون وعد عندي أي سؤال بدون أي سؤال بس ينتظر هو مرضاي مرضاي كثير يزعون مني الدكتور ينتظر عندك بس ساعتين ثلاث ساعات لأن أنا لا أؤمن بأن مريض السرطان إذا كان في حاجة لك ينتظر بالسابيع إي إحنا بنشوفه ولكن يصبح عنه شوي لأنه بيكون في زحمة ولكن في النهاية حقه إحنا نشوفه نعطيه وقته يبغي ربع ساعة نصاعة ساعة إلا كان أهم شيء أنه يطلع وإحنا مقيمين وضعه تقييم صحيح في النهاية إحنا واجب عليه إحنا ندعم مريض السرطان مواعيد بعيدة نعم ولكن لهم من ذلك أن السياسة الباب المفتوحة السياستي أنا دائما وأبدا حتى عندي مرأس يتعون يقول الدكتور إحنا مش قادرين يعني نلحق ولكن أنا أؤمن بحقية المريض أن يشوف دكتورة في أي وقت في أي يوم تعالج دكتورة لأنه تعرف الحالة النفسية وميسمع الخبر يقول أنا بأعترض الشهور يمكن الحالة تزيد وكلام صحيح فيكون دوست رعا كلام صحيح مستوى كلام صحيح ولدها مرة أخرى سياسة الباب المفتوح هي الطريقة الصحيحة أي مريض ويتعرج أي وقت ينشوفه بغض النظر عنده تأمين ما عنده تأمين وهذا مش دعاية ولكن هي نعم هذا أنا شوه هو واجب إنساني وأخلاقي أن الإنسان يحاول يساعد أخوه فإننا إحنا شو نبغي نحن نبغي مصلحة الناس إن شاء الله وإي إنسان يبغي نصيحة حتى لو عند تأمين بعطي علاقة نصيحة بقوله طريقة علاجك كذا وكذا يروح عند الدكتور الفلان اللي أنا مثلا أعتمد عليه أو مثلا أعتقفي في المستشفى الفلاني اللي عندك في تأمين في هذه الطريقة حنا نقدر نساعد أخوهنا دكتور أنا اليوم لما أشوف في النشاط وجهود دولة الإمارات في موضوع الجنوم الإمارات نعم أنا ما بصلك عن الجنوم تحديدة ولكن مدى أهمية وجود معرفة الجينات نعم واستباقية الأمر وهذا كيف يساعد ويشكل ثورة في معرفة الأسباب قبل لا يتفاق نعم الموضوع هذا شيء شو كيف تشوف الجهود في الأخر سنتين طبعا من الجهود كبير جدا ومتازة وتعتبر هي من من أوائل التجارب في منطقة شرق الأوسط مرة أخرى العلم أو الطب سيتغير أو حاليا قاعد يتغير احنا قاعدين مارس شيء يسمونه الطب الشخصي شو الطب الشخصي الطب الشخصي هو عبارة عن أن شخصين مصابين بنفس المرض ولكن كل شخص يتم علاجه بطريقة مختلفة بناء على جيناتها وحنا قاعدين مارس هذا الشيء اليوم حاليا مع مرض السرطان فعندك أنت حاليا علاج الأمراض التي تم تشخيصها ولكن ليش احنا مثل ما ذكرنا قبل نستبقى الأحداث نعرف هذا الشخص عنده خطور تصاب بسرطان القلون أو الثري بعد عشر خمسة سنة بسبب وجود الجينات هذه نكثف المتابعة نغير من نمط حياته يكون الإنسان هذا واعي بخطورة هذا المرض حتى يكون عنده علم بالعراض اللي يكون عبارة عن يعني 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 تنبأ بوجود السرطان فهذا يؤدي إلى تغيير من ناحية القدرة على التنبؤ وعلاج السرطان أو أمراض أخرى كثيرة مها السرطان في المراحة مبكرة مما يعزز من قدرة الفرد على يعني محافظة الحياة الصحية وتقليل خطورة اتصال مرض الخطي مراحة متقدمة أمانة دكتور أنت كيف تتعامل حينما كمية الحالات اللي توصلك وكيف أنت تتأثر فيها هذا الشيء لا شكل يعني يغير مدرحياتك يعني كيف أنت تستقبل مثل هالأمور كذلك نسبة أنا قريتها في الإستجرام صراحة نعم سبب السؤال نسبة الحالات الصعبة اللي ما لها رجع نعم نسبة الحالات اللي تشفى كيف أنت تتأثر كإنسان وتتعامل فيها والله يا أخي في صعوبة نفسية نكون صريحة معك خاصة في الصغار السن ليش طبعا نحن يغمضوننا كلهم سواء كان كبار صغار وإن كالصغار لأن يعانون أكثر تقول لي كيف الإنسان لما يكون صغير في السن جسمه يكون يعني في حيل للمقاومة المرض فيعاني فترة أطول يعاني فترة طويلة كبير السن يكون ما يعاني في نفس الفترة زمنية بكاة عند سرطان متقدم دعنا أقول لك عندك مريضة أو مريض في عمر العشرين عند سرطان من المعدة مرحلة من تقدمة وعندك إنسان كبير في السن في ستين سبعين أو ثمانين مرحلة من تقدمة أي واحد يعيش في ثرة أطول مع المعاناة الصغير الجسمه يتحمل وضعف الكبد عنده طبيعية عنده الجسمه يعني في قدرة على مواصلة كبير السن ما يتحمل في ثرة طويلة ولكن صغير السن يتعذب فترة أطول إذا لم يتم معناه فيه بطريقة صحيحة من الأعراض ومن الآثار الجانبية من المرض ففي صعوبة التعامل مع الحالات هذه لأن بعض الأحيان يعني العلم العلم الحديث مش كحميد أو كمستشفى لا العلم الحديث مهما وما تروح في العالم يقف عاجز عن بعض الحالات وهذا يؤدي إلى بعض الأحيان بالشعوب العجز من ناحية الطبية أنا طبيب أنا متخصص ولك عندي عجز بسبب العجز العلمي أني ما عندي حل جذري هذا الموضوع فهذا بعض الأحيان يسملنا بعض مش بعض الأحيان أحيان كثيرة حتى أنا ما يكون ما تيم عندي إحنا عنده جولة يومية على المرضى نطلع كم الضايقين وإحنا ممكن بعض الأحيان ما قد نقدم شيء المريض هذا بسبب وضع الصفحي بسبب عدم وجود حلول جذرية مثلا بعض الأمعاء في بعض السرطانات القولون وال والسرطان المعدة هذا ما لحل للأسف يعني ما في حل علمي بتقولي سوى عملية ما تقدر عملية تؤدي إلى يعني إلى مضاعفات كثيرة لوفاء فالحل أنك أنت مثلا تعطي تغذية عن طريق الوريد وتحط لبيب في خشمة تحاول تطلع السوائل لبطنة ويتمع الوضع هذا أشهر هاي معاناة فموضوع المعاناة مع المرضى حقيقي ولكن أهم شيء دائما أنت لازم تؤمن أنك أنت قاعد تقدم أفضل علاج لهذا المريض بأفضل الطرق العلمية الصحيحة حتى بإذن الله يكون هناك مخرج هالمريض الدكتور شو الحل الجذري للسرطان الحل الجذري للسرطان نحن نفك شفرة الجينات ومسلم بالسرطان مرة أخرى السرطان مئات الأنواع فلازم نحن نفك الشفرة الجينية لكل مرض على أحده حتى نحن نقدر نوصل نوصل بالأصح إلى حل لكل مرض على أحده ذكرت لك سابقا موضوع سرطان لوكيميا المزمن فكينا شفرة حصلنا المفتاح لهذه الشفرة والمرض حاليا قابل للشفاء بإذن الله أو السيطرة للحياة طبيعية فالحل بيكون تعزيز الأبحاث العلمية لفهم كل سرطان على أحده وإذا سمعت عن علاج واحد في عالم يمع السرطانات أعرف أنك كلام طاضي اليوم نحن نحن بيسبب بالإنترنت وتواجد معلومات في كل مكان نلقى المصادر ما أنزل الله بها من سرطان صحيح يعني الواحد يقول لك لقين علاج للسرطان هذاك يقول لك والله يلقى علاج للسرطان فالواحد يفرح بعدين يصاب بخيبة أمل في مصدر واحد المعلومة على مستوى العالم في بعض المواقع المعتمدة لهذه المعلومات خلنا نتكلم عن المرجع الوطني للأوران في الولايات الأمريكية وعندك أيضا مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة على المستوى العربي صراحة للأسف ما في شيء أنا حاولت فكرت الموضوع ولكن يطلب جهد كبير جدا من ناحية تنقيح المعلومات وثم نشرها فبدأت أفكر الموضوع وثم أخذت خطوة الوراء بسبب الحاجة للالتزام بكمية كبيرة من العمل صراحة للأسف ما عندي الوقت لهذا الموضوع ولكن في مراكز معتمدة باللغة انجليزية باللغة العربية لا يوجد لا يوجد أي مرجع معتمد أو مرجع معتمد للسرطان في الوضع العربي كمرجع علمي من ناحية تنقيح المعلومات ونشرها لا يوجد لا قصرين صراحة لطبان العرب نعم وأعترب هذا الشيء نعم يعني في مرجع طبي بالانجليزية باللغة المليزية في بلدات المريكية وأيضا في بريطانيا نعم موجود وينقح ويقوم بالرد على الشائعات وتحليلها ووضع الآلية كيف أن هذه أو بلا صح كيف هذه الشائعة بدأت وما هو يعني تحليلها وأيضا نصائح المرضى في النهاية ما هي النصيح وخصوص هذا الموضوع دكتور احنا قبل الحلقة أنت وضعت يعني بوست وإزاك الله خير حسب طلبك حليبي ليش لنا نريد أكبر أدد ممكن ونبقى نساعد الناس ونسأل الله يعني الشفاء العاجل لكل المرضى ويحضننا جميعا آمين يا رب دكتور الأشخاص المصابين بمرضى القلون التقرحي أو الكرونز هل هم معرضين أكثر للسرطان نعم صحيف معرضين سرطان قلون مستقيم بالنسبة أكبر لأن التهابات المزمنة في منطقة القلون المستقيم إذا لم يتم علاجها مرة أخضاء إذا لم يتم علاجها ومتابعتها بشكل يعني مناسب ممكن يؤدي إلى السرطان لأن التهابات المزمنة يتحول إلى السرطانات على مدى البعيد ولكن إذا الإنسان اتزم وخذ علاجات المطبطة لهذه الالتهابات فإن شاء الله ببن الله نسبة حدود السرطان هي جداً قليلة أو معدومة نص في سؤال لتجاوعة بس لازم أقول بعد هل السكرية لها دول في المرض كهيراً نسمع السرطان يتغذى على السكر غير صحيح ولكن إحنا ما شجع الناس على علاجة للسكر إحنا نقول أنه ما لا تعثير إذا الإنسان حاب يقطع السكر لأسباب أخرى بالعكس إحنا نشجع الناس ولكن قطع كيعني أنه يكون شفاء من السرطان هذا غير صحيح والأهم من ذلك عدم ترك علاجة الحديث ويعني أعمل هذه الأمور الثانية اللي ما تفيد السؤال الآخر بالخصوص النساء اللي لديهم منقطاع طمط مبكر خاصة في العشرينات أو الثلاثينات من الأمر معارضات للسرطان وكم نسبة ذلك نعم ممكن يكون معارضات للسرطان الثدي بشكل أكبر ما في نسبة محددة ولكن نسبة بسيطة ممكن يعني 2-3% ولكن مش نسبة عالية تؤدي القلقة بإذن الله طيب بخصوص أنك أنت تقول حق واحد أنت مبروك شفية من السرطان وعندكم عادة نعم 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 خبرنا وشي اللحظة هذه طبعا أول شي أنك تخبر إنساننا شوي بالسرطان شعور جميل جند 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 ما ما تتخيل كمية الفرحة الدعوات الطيبة المشاعر كون يعني جميلة جند إحنا كفريق طبي وأيضا مريض وأهله يشعرون فيها طبعا عادة دقة الجرس هي عبارة عن عادة يعني بدأت في مركز أمدي أندرسون في هيوستن في وقتها أمريكية أحد الأشخاص كي يعمل في البحرية البحرية عندهم عادة أن الإنسان لما يخلص شغلة أو مهمة يدق الجرس أننا خلصنا هذه المهمة فكانهم يتعالج بالإشعاع منطقة الرقبة والفم كعند السرطان فقال لهم أنا من أخلص بيبيو يجرس بدقة أني أنهيت أنا مهمتي وبطلع من هذا المكان مرتاح فدق الجرس وتبرع بالجرس لهم وتم الجرس هناك وأصبحت عادة كلما يخلص مريض سرطان علاج إشعاعي كيماوي وزراعة نخاعي يدق الجرس وانتشرت هذه العادة لكل مكان في العالم وهي لحظات جميلة صراحة جدا أن المريض يدق الجرس حكا أن المريض من كم يوم معاقة كملت سنة كاملة العلاج ودقت الجرس بصعوبة ولكن كان شعور جدا جميل أن الإنسان يصل إلى مرحلة الشفاء التام بإذن الله في سؤال شخصي كيف تقدر أنت كدكتور توفق ما بين كثرة الحالات وأسرتك وكيف الواحد على زحمة العيادات والموايد هذه أعتقد أن الأهم شيء في الموضوع هو وجود شريك الحياة متفهم والدعم طبعا معبد الله ممكن تشوف الحلقة هذه فالهدوء الكبير جدا في إثناء الدراسة التدريب الطنبي الامتد فترة طويلة جدا فوجود يعني شريك الحياة والزوجة عدعمة يسهل كثير جدا من هذه المصاعب في العناية من أطفال متابعتهم والدعم أيضا المستمر فالبركة موجودة بإذن الله الإنسان بإذن الله يحسن النية توقع رب العالمين ووجود إن شاء الله الدعم المناسب كل شيء ممكن أكثر شيء تخاف منه دكتور والهاجس اللي تحاتيه تزايد حالات السرطان حول العالم وخاصة في الشباب هذا هاجس مش لي أنا الوحدي ولكن لجميع العامريين ولا طلبان متخصصي بهذا المرض لأن نحن عارفين إن هذا الشيء العسف قاعد يزايد مو عندنا إجابة واضحة ليش مش أكو صريح معاك بالرغم الكامل كل اللي قلناه ولكن ما زال بلغز بالنسبة لنا شو رسالتك الحين تبدي قولها في نهاية بودكاست تبدي قولها كرسالة سواء المصابين أو اللي تشافوا وعلى فكرة اللي تشافوا بعد يمكن رجع لهم فأبا رسالة عامة تقولها الكل من يتعب أولا الإيمان بأن أي شيء يصيبك من رب العالمين الإنسان ما يجزع بأي شيء يصيبه طبعا الكلام سهل ولكن حاول أذكر نفسي وإخواني بهذه النقطة المهمة ثاني شيء الإنسان إذا تعافى يحمد الله على التعافي ويستمر في المتابعة لأنه كثير من مرضى للأسف أحلاحظ أنهم بعد سنة سنتين يتعايز أن يكمل علاج أو متابعة ويحاول أنه يبعد عن المتابعة وهذا ماهم جدا إنسان يتابع المتابعة في فترة طويلة حتى على الأقل الخمس سنوات حتى نتأكد من الشفاء التام بذن الله لعامة الناس أقولهم الوقاية خير من العلاج نحن دائما نعتقد أن الصحة شيء كل حد عنده ولكن لما تشوف شباب ورجال ونساء في مراحل مختلف من العمر وهم عاجزين حتى على حركة بسبب الأمراض مش فقط برض السرطان نقدر نعمة الصحة في الوقاية والإنسان يأخذ بالأمر صحته قدر الأمكان يستغل صحته بطريقة صحيحة أو يحافظ عليها قدر الأمكان ويعني الوقاية خير من العلاج بجميع الطرق سواء كان سرطان أو مرة أخرى والناس اللي تعالجت أو شفيت من سرطان في حالات معينة أنها ترجع هل النسبة كبيرة دبتو مش كبيرة ولكن أكيد دائما لم يكن في رجوع للسرطان فترة يكون مؤلم على الإنسان خاصة لعانة من السرطان ومن آثار العلاج فترة من الزمن فنحن نقول لهم بالعكس مثل ما شفيت المرة الأولى تشوي بإذن الله مرة ثانية ولكن الإنسان يكون إيجابي ويتطلع بإذن الله عنه يستمر في العلاج ولا يمل ولا يكل من الأمل بإذن الله بالشفاء التام إزاك الله خير الدكتور مشكورة على وقتك أنا عرف أن جدولك مزدهم لكن كمية الأسئلة كثيرة أنا أدعو كل من يتابع الحلقة أنهم يكتبون في اليوتيوب الردود ولا أسئلة وإن شاء الله إن شاء الله نقدر أن ننصب مع الدكتور على الأقل يجاوب على الأسئلة الأكثر يعني أهمية وهو اللي هو طبعا يقيمها وإن شاء الله لوعدكم أن الدكتور بيتابع كل ردودكم على اليوتيوب ولا الإنستجرام ولا تويتر وأنا أكيد بيقولوا لجاسم لازم يحتاجين حلقة أخرى لكن إن شاء الله بعد فترة إن شاء الله بعد ستة شهور خمسة شهور إن شاء الله نقدر ننصق معك مراتاني وننصق شكرا وأحييك على نشاطك الكبير في منصات التواصل نحن بأمس الحاجة إلى هذا النشاط نصلى الله أنه يقبل العمل آمين يا رب لأن نشاطك خارج العيادة تراهية ثقافة وأن الهدف الأكبر تراهية توعية إن شاء الله وإنت تسويه تراه بطريق الصح إن شاء الله وإن شاء الله بتوفيق إن شاء الله من أنت ما تهون عن فكرة إنك تكون أحد المراجع المعتمدة في الوطن العربي لكل الأبحاث عن السرطان إن شاء الله بإذن الله مشكومين على الدعوة وإن شاء الله ما كنتم تجنة عليكم ولا خوفناكم موضوع السرطان بالعكس السرطان إذا إحنا تابعناه وعرفنا أسبابه وأعراضه بإذن الله مرض بسيط ونتمنى الصحة والسلام للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته